بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يحرص الإسلام كل الحرص على استقرار الحياة الأسرية وذلك لأن استقرار الحياة الأسرية يؤدي إلى استقرار المجتمعات وكلما استقر المجتمع كلما تقدم وازدهر وتحقق مراد الله سبحانه وتعالى الذي قال ربنا تبارك وتعالى فيه هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها ومن أجل تحقيق هذا الاستقرار نجد الشرع الشريف قد وضع أسسا ومبادئ وأسبابا متعددة من أجل تحقيق هذا الاستقرار من هذه الأسباب ومن هذه الأسس الخطبة الخطبة معناها الفترة الزمنية أو المدة الزمنية التي من وقت أن يتقدم الخاطب إلى أهل المخطوبة طالبا الزواج منها إلى أن يتم عقد الزواج هذه الفترة هي فترة الخطبة وهذه الفترة هي فترة مهمة تؤدي بدورها إلى استقرار الحياة الزوجية فيما بعد إذا تم استغلالها استغلالا صحيحا إن المتأمل في العقود يجد أن الشرع الشريف لم يهتم بعقد كما اهتم بعقد الزواج بل إنه لم يهتم بمقدمة أي عقد مثلما اهتم بمقدمة عقد الزواج هذه الخطبة هي سبيل وسبب من الأسباب التي بها تستقر الحياة الزوجية فيما بعد إذا تأملنا الشرع الشريف نجد النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا في أحاديث كثيرة أهمية هذه الخطبة لماذا؟ لأن هذه الفترة هي فترة تعرف كل طرف يتعرف على الطرف الآخر هل يجد فيه أهدافه؟ هل يجد فيه بغيته؟ يتعرف على أحواله كيف يتصرف إذا جاءه أمر سار؟ كيف يتصرف إذا جاءه أمر غير سار؟ وهكذا فيتعرف كل طرف على طبيعة الطرف الآخر هل يجد في الطرف الآخر ما يرجوه؟ كل هذا يتضح في هذه الفترة ولذلك فإن الشرع يؤكد على كل إنسان أن يكون صادقا وأن يكون مخبرا معبرا عن واقعه لا أن يكون كاذبا لا أن يكون غاشا حتى تتحقق المهمة الأصلية من هذه الفترة تحكي السنة النبوية أن صحابيا يسمى المغيرة ابن شعبة خطب امرأة من الأنصار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال له صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا؟ قال انظر إليها لماذا يا رسول الله؟ قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكم أول طريق لتحقيق الاستقرار وأول طريق لتحقيق القبول لا بد أن يرى الخاطب المخطوبة ولا بد أن ترى المخطوبة الخاطب كيف يتم الزواج من غير أن يرى كل طرف الطرف الآخر كذلك تحكي السنة النبوية أن السيدة فاطمة بن تقيس كانت قد تزوجت رجلا وطلقها ثلاث طلقات وانتهت عدتها فجاءها سيدنا معاوية وجاءها أبو جهم لخطبتها فذهبت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم لتستشيره في هذا الأمر يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يعني كل منهما يريد أن يتزوجها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فلا مال له يعني رجل لا مال له فزواجك منه فيه ضرر لك وأما أبو جهم فشخص لا يضع العصى عن عاتقه كأنه يسافر كثيرا فيكون هناك ضرر أو أنه يؤذي النساء ثم أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنكحي أسامة بن زيد تقول سيدة فاطمة فكرهت هذا الأمر في بدايته ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر مرة أخرى أنكحي أسامة بن زيد حتى تزوجته تقول فوجدت الخير فيه هذه الرواية والرواية الأخرى كل منهما يؤكد على أهمية استغلال هذه الفترة لأن هذه الفترة إذا تم استغلالها استغلالا صحيحا وصل الإنسان بعد ذلك إلى الهدف الذي يرجوه هل في الشخص الذي أمامي أو الذي تمت الخطبة بيني وبينه هل هذا الشخص تتحقق فيه المواصفات وتتحقق فيه الأهداف التي أبحث عنها أم لا إذا تحققت تم الزواج وإذا لم تتحقق فليذهب كل في طريقه ليغني الله كل من ساعته من الأمور المهمة في هذه الفترة وهي فترة الخطبة والتي هي مقدمة من مقدمات الزواج من الأمور المهمة أن على الإنسان أن يستشير أهل الخير والصلاح وأن على المستشار أن يبذل الاستشارة بما يرضي الله سبحانه وتعالى إذا وجد خيرا دل عليه وإذا وجد شرا حذر منه فإن المستشار مؤتما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيا أيها المشاهد الكريم هذه الفترة وهي فترة الخطبة هي فترة مهمة جعلت من أجل أن يتعرف كل طرف على الطرف الآخر على أخلاقه على سلوكياته على تصرفاته ثم إذا ما وجد الإنسان الخير في الشخص الذي أمامه تم الزواج وإذا وجد خلاف ذلك ابتعد وذهب كل في طريقه فلنستغل هذه الفترة استغلالا جيدا حتى نصل إلى حياة أسرية مستقرة التي بها يستقر المجتمع والتي بذلك يتحقق مراد الله سبحانه وتعالى هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته